واحدة حاجة نحن موظمة الكتب اللي احنا مرشحانها دي بتخلص في عادتين بالأصلا من كتر الحماس حتى لو كان طويلة شوية ممكن تخلصها من تقعد نفس القعدة اللي هو بتساثر ومن تقعد على خنبة في أي خدمة احنا من كده ايه حقيقة انا ونادا بنشترك في ثلاث حاجات اول حاجة ان انا وهي احنا الاثنين بابونا اسمه مجدي ثاني حاجة ان احنا الاثنين بنحب الكتب ثالث حاجة ان احنا الاثنين بنحب الصفر النهاردة قررنا ان احنا نكلمكم عن حاجة من الحاجات الثلاثة اللي احنا بنحبهم وهم ادب الرحلات يالله بينا اللي اوليليا نادا هو ايه اصلا ادب الرحلات ده معلش اه ادب الرحلات ده ادب بيقوم فكرته على السفر المؤلف بيكون عنده تدارب شخصية ليختاري شاركة معانا والادب ده بذات احد مميزاته الرئيسيا بيقوم على الوصف وصف الطبيعة وصف الاماكن وصف الناس طب ينفع مثلا ان الشخص يكون مهتم ان هو يوصف يعني العادات بين الشقوب الفرق بين اللغة او اللهجات بين المدن انا ممكن نقول ان هو مزج بين حد بيديك معلومات عن بلد وفي نفس الوقت بيديك حدوته حلوه وهو بيتم بتوسيق التاريخي والجغرافي والانساني او الاجتماعي للبلد اللي هو شايف ايه رأيك بقى نقولهم شوية كتب من قدب الرحلات يالا انا رشحلو قولنا يا نادا حاجة كده بتكون بتتكلم عن حد عمل رحلة في اوروبا او اي دولة الاوروباية اول كتاب واطبقى عناس كتير اروه حكاية سعودي في اوروبا اللي عبدالله الجمعة ده بيتكلم عن مجموعة رحلات هو قام بيها يعني رحلات منفاصلة يعني جمعها على مدار السنين هو اختار بس منهم شوية كام مواقف كده مواقف ممتعة اولا وفيها اكشن احيانا زي مثلا مواقف طيارة من بيزا لندن كانت حتفوته فيه برضو مواقف حصلت له زي ان هو ضعف غابة في اوروبا وحصلت عاصفة كبيرة هناك والناس بقى سعدوه هيوردي كرم الشعب الانجليزي وبردو فيه موقف لقى كتاب الرسالة منسية في كتاب وهو قرر يبحث عن صاحب الرسالة دي وفي الاخر حيوصل له برضو حاجات مواقف شوية خطرة اتعرض لها في شوارع ميلانو حاجات زي كده فيعني فعلا ممتع جدا واسلوبه شبابي قريب من القلب والكتاب قصير بيخلص يعني في قعدة او قعدتين بكتير طيب حلو جدا انا برضو عندي كتاب مشابه اللي انت بتقولي ده انا كنت عملت عنه ريفيو في القناة بتاعتي اسمه مر ميرنا تلقاه وحلو مثل الشوكولات هو بيتكلم برضو ميرنا الهلباوي بتحكي فيه عن تجاربها في السفر والبلاد اللي هي سفرت لها وبتقول ايه الموقف الانساني اللي كان بتحصل لها من بلد للتاني يعني هي سفرت المانيا وفرنسا وابتكر انجلترا وكانت بتتكلم في كل مرة مين الناس اللي كان بتقابلهم حصل لها موقف كان خطر شوية في ايطاليا ان هي عملت حاجة مجنونة اه ودام ايطاليا خطر لي طيب انتي عندك اي حاجة تانية بتتكلم عن اوروبا حد كان عنده رحالات تانية بدول اوروبية هناك في اوروبا بس في العصر القديم شوية يعني في 1930 تقريبا ده المؤلف محمد ثابت اسم الكتاب جولة في ربوع اوروبا بين مصر وايسلندا حلو ده انا كان يعني كنت اول معلت العنوان بس شدني جدا من كلمة ايسلندا لان اولا كنت عايز اروحها ثانيا الكتاب يعني اعرف انه كتاب قديم فان هو حد مصر يتايح مصر يوصل لا اسلام ده في العصر ده يعني كان بنسبالي حاجة غبارة اول حاجة اميل في الكتاب ده ان هو كان بتتكلم عن اوروبا في الفترة دي كانت لسه طالع من الحرب العالمية الاولى فانا كان عندي فضول اعرف ازاي الناس كانوا عايشين او ايلا حصل التنمية اللي حصلت بعد الحرب كمان بهارتني جدا ان صناعة السياحة متغيرتش كتير راح لنفس المزارات اللي كلنا باسمع عنا في اوروبا بنفس وسائل النقل بنفس الانشطة تسلق الجبال تسلق الانهار الجلدية حاجات زي كده نفس الحاجات في الزبط اللي احنا باسمع عنا دلوقتي كمان اسلوب الكاتب كان رائع جدا يعني صوفيستيكاتب ومثقف جدا فحبيت جدا النقطة الكتاب انت مشجعنا اقرأت كتب بيه انا كمان عندي كتاب في اوروبا كمان بسوعة دي مشوية بتاع عبدالوهاب مطوع اللي هو يوميات طالب بعثة بيتكلم فيه عن رحلة اضاء ثلاث شهور في معاة التوصن في بريطانيا كان بيدرس فيها صحافة بيتكلم عن العادات والتقاليد والفرق بين مصر وانجلترا عن الاكل الانجليزي اللي هو محببوش وكان عنده مشكلة معاه بيتكلم عن ازاي الناس مختلفين من هنا الهنات هو عمتن كتاب قصير يعني يخلص بسرعة وكون ان هو من عبدالوهاب مطوع حتى لو كان كاتب بايب فده بيخالي ان الكتاب اصلا حلو لان هو اسلوبه جميل وسائل لان الناس بتحبه فعلا وقبل ما نتحرك على حتة تانية خلينا في انجلترا لان عندي كتاب اسمه كتاب ساخر شوية كوميدي من الدرجة الاولى واسمه المذكرات اللندنية الكاتب سعودي اسمه ناديم الهوى بيحكي فيه عن رحلته فلندن اللي مددت سنتين كمرافق مع اخو المريض جدا وانا كمان وانا جدا البصات الحمرة ودورين وكشكات التليفون المهم نرجع للكتاب هو كان مرافق مع اخوه كان في رحلة علاجه هناك وطبعا حط شوية تحبيش من عنده كده يعني شوية تشويق شوية اكشن في الاحداث من خياله طبعا بس ككل الكتاب كوميدي والنهاية غير متوقعة بجد يعني النهاية انا فضلت يعني برضو الكتاب ما استحملش اقراء غير على مرتين تقريبا عشان عايز اعرف ايه اللي هيحصل في الاخر بيه حاجة كمان ان هو بيمزج شوية بين العمية السعودية والفصحة فكان يعني بصراحة يعني انا بحب الكمبنيشن ده ايو حالو لاطي طب انا بصي برضو اخر حاجة بنتكلم معنا في اوروبا اكتاب هوستل يعني الناس اللي هي بتحب تسافر واللي دايما عندها مشكلة في السفر دايما عندها مشكلة البجت بالضبط هجيب فلوس من اين؟ هعمل ايه؟ طيران غالي العيشة غالية دنيا مسعارقائي لكن شيرينا عادل في كتابها هوستل قدرت ان هي تقدم طرق ازاي الواحد ممكن يسافر باللي هي بيسموها لو بودجت او ميزانية منخفضة التكاليف كمان ازاي نهاية بتقولها نحيج استذكر الطيران رخيصة قالوا لنا بقى الهوستل عشان في ناس متعرفش بشتمع الموضوع طيب الهوستل ده الناس كدير متعرفوش هو يعني فندوق بس بامكانيات اقل سعره اقلب كتير جدا عن الفندوق الهوستل كمان مشترك بالناس احيانا بالضبط بيبقى ممكن الاوضة تبقى فيها مثلا اربع من قدمين ستة ممكن عشرة ممكن ستاشر على حلو ده لانتو تكونوا مسافرين مع بعض كجروب يعني معك ثلاثة صحابك او اتنين صحابك هيبقى حلو جدا يأخذوا اوضة على بعض ويأخذوا ليكو وخصيها ليكنتو انا كنت في الهند فانا عادت في هوستل في اوضة كان فيها اربع بنات انا كنت واحدة منهم كان فيه بنتانية معي مصرية وكان معي واحدة من كندا انا عايز اقولك ان كنت تشعر ان انا قاعدة في الكرة الارضية انه كل واحد يتكلم بالهجته ويصحب طريقته ويلبس بطريقته يعني يعني يعيش بطريقته ففعلا الهوستل بتبقى فعلا من اكتر الاباكن الواحد بيحس ان الدنيا واسعة ومش المحدودية اللي احنا فهمنا الكتاب كمان كان بتكلم عن زيارتها لثلاث مدن في اوروبا هما السويد وسويسرا وايطاليا كان بتكلم فيهم الكاتبة الاوات اللي هي عاشتها فيهم وكدا بس بالاساس هو بيتكلم عن ازاي طرق عملية يساعد فيها اي حد عايز يسافر ان هو ازاي يسافر بالتكاليف ممكن يعني فعلا انت استفدتي كواحدة بتسافر اه الكتاب الكتاب حلو انا يعني سمعته ككتاب صوتي هو الكتاب حلو يعني يديك معلومة جديدة وفكرة ان انت تعرفني في الحاجة كده اصلا موجودة فده بحد ذاته ميزة حلوة اه نادا تب بصي بقى ما نسيب اوروبا بقى كبير عديد في اوروبا نشوف قطناها خلاص بكفاية قبل بالضبط خلينا بقى نروح امريكا ونشوف كتب بتتكلم عن امريكا ولم انت بقى كتاب اه لا كفاية كده في الفيديو ده خلينا نقفله ونكمل في الجزء التاني على قناة مي لو حبيت الفيديو عملينا لايك وشير لو عايز تشوف فيديوهات اكتر عملينا سابسكرايب لو عندك اي تعليق في هنا تحت في التعليقات اشتركوا في القناة